بالنسبة لمسأة الالتصال بالكائنات الفضائية أريد أن نناقش نقطة مهمة أنت لا تنتظر مثلا تقول أريد أن أتصل معاهم أو هل هم مثلا يرسلون إلي رسالة من أجل أن نعرف أن نتصل معاهم هم مش هيك يفكرون هذا تفكيرنا أريد أن أقول لكم أغلبه باتجاه الكائنات الفضائية مو صحيح اعتقاداتنا حول الكائنات الفضائية متى الزوف يتصلون هل ينتظروننا من أجل أن نتصل هذا مو صحيح اعتقاداتنا زمنية هم كائنات متطورة مثلا ونحن الآن نتكلم ونحن الآن مثلا نصلي من أجل فصيلة معينة فصيلة معينة من الكائنات الفضائية فهم يشعرون يرون يفهمون يعرفون هم عندهم مقاييس الزمن وفهم الكون يختلف الفهم ومقاييس الزمن وحتى القوانين التي يعيشوها تختلف عن مفاهيمنا وقوانيننا أريدنا نقولكم شيء هم لديهم كل الدي اناي بتاع البشر نعم الكائنات الأعلى من عندنا عندهم من الذي ولد قبل ألف سنة كل موجود عندهم قائمة أو ما تسمى بالديتابيس كل الأسماء وكل الأشكال موجودة عندهم وهم أيضا كما يعني وضحنا سابقا يذهبون إلى المستقبل بسهولة يعني يرون المستقبل حوادث المستقبل ويرجعون إلى الماضي بسهولة يرون الماضي يعني هو يحدث الآن هو هذا التطور بتاعهم هذا إضافة إلى أمور أخرى يعني التكنولوجيات الأخرى يقومون بتصنيع أرواح تعديل أرواح نعم هكذا هو هذا أكرر هو هذا التطور بتاعهم فهناك كائنات متطورة جدا 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 في مجالات مختلفة كيف تتصل معهم أخي وأختي عزيزي وعزيزتي إنك تعيش فرحان تحب نفسك تبارك نفسك أهم شيء هذا وتحب الكون وترى نفسك متعدد بالأجسام وبالزمنيات وبالمستويات يعني تعلن تقول أنا كائن أبدي أنا كائن متعدد الأبعاد أنا قائد كوني أنا أعيش السلام الأبدي أنا الضوء الأبدي أيضا باستمرار ترسل لهم لاحظة كلمة باستمرار ترسل لهم إشارات تتصل معاهم تباركهم ترسل لهم حب تتكلم معاهم تناقشهم باستمرار قوانينهم يا شباب حياتهم أسلوب حياتهم قوانينهم تختلف عن طريقة أفكارنا بهم أريد أن أشارككم هذا الملخص مهم جدا هذا الملخص انتبهوا جيدا وأقرؤوه معي كل كلمة أقرؤوها كيف تبدأ رحلة الاتصال معاهم هنا ننتبه تبدأ الرحلة من رؤية أنك كائن أبدي أقرؤوها معي كلمة كلمة وأفهموها وكرروها هناك عندك فكرين أنت الآن الذي يشاهدني يسمعني عنده فكرين الفكر المحدود هذا مفبرك يعني أنت قسمين وكرر الذي يشاهدني هو قسمين الآن أو فكرين أو وعيين فالفكر الأول هو الفكر المحدود هذا مفبرك والفكر الأبدي يسمى أيضا الروح العليا يسمى أيضا الرب فمن الروح العليا أنت تتدرب أن تعيش كبر هذا وركزوا على المعنى جيدا من الروح العليا أنت تتدرب أن تعيش عندما تعيش من الروح العليا الكائنات الفضائية الإيجابية يروك يتصلون معك والكائنات الفضائية السلبية لا تستطيع عليك هذا أيضا تمام شباب حتى تأخذون له سكرينشوت وتقرؤوا باستمرار نكرره معلش دعونا نكرره فمن الروح العليا أنت تتدرب أن تعيش عندما تعيش من الروح العليا الكائنات الفضائية الإيجابية يروك يعني يتصلون معك والكائنات الفضائية السلبية لا تستطيع عليك لكن عندما تعيش من الفكر المحدود الكائنات الفضائية الإيجابية يجدون صعوبة في الاتصال معك والكائنات السلبية تفبرك عليك الفكر المحدود هو الفكر الذي يقول لك أنت مخطأ أنت مذنب أنت صغير أنت عملت أخطاء كثيرة في حياتك حزن قلق هذا الفكر أكرر وأقول مفبرك عليه يسيطرون على الإنسان من خلال ستلايتات وتكنولوجيات استعمروا المريخ والقمر هذه الكائنات السلبية استعمروا المريخ والقمر وبقية الكواكب من أجل هذا الغرض من هذه الكائنات؟ قسم منها لاحظوا ماذا نقول قسم منها ليس الكل قسم منها الزواحف وقسم منها الرماديين وبالطبع الدراكونيين هذه هي التي تحاول أن تفبرك الأكثر فبركة الدراكونيين وحتى أيضا قسم من السيريين بالمناسبة متورطون بتجارة القرصنة الكونية والتكنولوجيا السلبية مافيا وقرصنة كونية تأسس مجلس بقيادة الاندروميدان للحد منهم للحد من الأضرار التي يعملوها في الأنظمة الكونية الاندروميدان كائنات متطورة جدا نعم جدا متطورة هذه الكائنات يعني تطور تكنولوجي فكري فلسفي علمي فلهم قابلية على قراءة المستقبل بمعنى يذهبون إلى المستقبل ويقرؤون الحوادث من هناك فوجدوا قرؤوا المستقبل أو يقرؤون المستقبل ماذا وجدوا؟ وجدون الدراكونيين يتوسعون سلبيا ولديهم نوايا وخطط سيطرة لالتهام نعم التهام منظومات نجمية أخرى وأخرى وأخرى وإذا يستمروا بالالتهام هذا يعني استعمار كامل للكون تلاهمون؟ بدأت الاندروميدان بالحد منهم بتأسيس تحالف إيجابي مع كائنات فضائية إيجابية أخرى يتصرفون هذه الكائنات الإيجابية يتصرفون جميعا بذكاء ويضعون خطط لتحرير الكواكب التي استعمرتها لدراكونيين فتحررت المريخ والأرض والقمر منهم أقصد من سيطرة لدراكونيين لكن مش إنه نقول نعم إذن تحررت الأرض وتحرر المريخ خلاص مش هيكي علينا أن نستمر بالاتحاد والصلاة وعدم التوقف لأنه إذا تضعف يأتون مرة أخرى يسيطرون مرة أخرى أقصد لدراكونيين يستمرون يحاولون هم وحلفاءهم في بث الفكر السليو والفبركات لكن قوتهم في انحسار فماذا نعمل؟ نستمر أن نعلن إننا كائنات أبدية نعلن إننا ضوء كوني وضوءنا ينير كل الأكوان الفرح كما قلنا أخواني وأخواتي مهم جدا جدا ومباركة النفس مهمة جدا في السفر الكون وبناء صور أنت قائد كوني مهم جدا أيضا هذا نركز على هذا المصطلح التوا الزمن بمعنى أنت تقوم بطي الزمن أن ترى نفسك في كل نقطة من نقاط الكون هذا مهم جدا في الاتصال بالكائنات الفضائية أنت تقوم بلوي الزمن أن ترى نفسك في كل نقطة من نقاط الكون أن تنتقل من التسلسلية هذا الذي نعيشه في العالم المادي الماضي الحاضر المستقبل تترك هذا تنتقل من التسلسلية إلى التوازية في النظرة إلى حياتك الكونية تقول أنا كائن متعدد لبعاد أنا كائن أبدي أنا الضوء أنا السلام أنا الأمان أنا أعيش في كل نقطة من نقاط الكون فدعونا شباب نعلن الآن نعلن أنا كائن أبدي وترى نفسك أنت الكائن الأبدي أنت كائن الحرية أنت كائن السعادة أنت ضوء الكون تتنفس الآن تأخذ نفس من أعماقك تتنفس وترى جسمك ضوء كوني أنت طاقة ضوئية وعندما نقول أنت طاقة ضوئية بمعنى أنت الحرية وأنت السلام وأنت الأمان فتعلن الآن قول أنا الضوء الأبدي أنا السلام الأبدي أنا في كل نقطة من نقاط الكون موجود أنا كائن متعدد لبعاد الكون العظيم يباركني الكون العظيم يحميني الكون العظيم يمليني بالحكمة الأبدية أنا أتصل مع كل الكائنات بسهولة وبفرح الكائنات الفضائية الإيجابية تعرفني تتصل معي الآن الكائنات الفضائية الإيجابية تبارك عملي وخططي وظروفي في الأرض هكذا تقول أتصل معاهم بالمحبة فنرسل لهم الآن هذه الكائنات نرسل لهم الآن تقول أرسل لكم يا أخواني وخواتي كل المحبة وكل السلام أنا هكذا تقول أنا كائن بشري أعيش الوعي الاتحادي أعيش الوعي الضوئي وأتصل معاكم بالحب بالسلام بالفرح والكون يبارك خططكم الكون يبارك مشاريعكم الكون يبارك حياتكم والكون يبارك سفراتكم الكون يبارك مجتمعاتكم فتبدأ الآن ترسل هو هذا الاتصال أرسل من أعماقك حب الآن ابدأ ابدأ أرسل لهم حب وتقول مع هذا الارسال أرسل لكم ضوء الكون محبة الكون تبارككم محبة الكون تبارككم محبة الكون تغطيكم محبة الكون تملأ حياتكم أنا أتحد معاكم على الخير والسلام والفرح أنا أتحد معاكم بالحب بالسلام أنا أفرح معاكم أنا أغني معاكم الكون العظيم يبارككم هكذا فنرسل لهم نرسل لهم معا أنت تسمعني ونحن كمجموعة نرسل معا نرسل لكم محبة الكون نرسل لكم سلام الكون نرسل لكم جمال الكون تتغطون بجمال الكون تتغطون بحكمة الكون نحن نتحد معاكم وإلى الأبد بالحب بالسلام تقول نحن نعيش معاكم بوعي الحب نتحد معاكم بوعي الحب نحن وأنتم ضوء الكون هكذا نحن وأنتم ضوء الكون نحن وأنتم محبة الكون نحن متحدين دائما على السلام نحن متحدين دائما على الأمان نحن متحدين دائما بالفرح الفرح يجمعنا الحب يوحدنا هكذا تقول له أرسل لكم هذه الرسالة الفرح يجمعنا الحب يوحدنا كل اللي يسمعني أصلي من أجله ومن أجلها الكون العظيم يا أخي ويا أختي يملأك بالضوء وبالسلام وبالأمان أنت قائد كوني أنت قوة أبدية أنت محبة أبدية أعرف هذا أنطلق إلى الحرية نعم أنطلق إلى الفرح والسعادة اترك المحدود اترك الماضي كلها فبركات اترك الفكر السلبي اترك كل شيء محدود حقيقتك أنت ملك كوني حقيقتك أنت قائد كوني والكون الآن الكون الآن يضع على رأسك المقدس تاج الكون الرب العظيم يضع على رأسك المقدس تاج الكون وينصبك ملكا كونيا قائدا كونيا وأنت ضوء أبدي وضوءك ينير كل الأكوان ضوءك ينير كل الأكوان تقول معي الآن ضوءي ينير كل الأكوان وترى ضوء من أعماقك وهذا الضوء العظيم ينير كل الأكوان يخرج من أعماقك ضوء عظيم ينير كل الأكوان وكل الأكوان فرحانة بك وكل الكائنات فرحانة بك وكل الكائنات ترحبك وتحبك وتباركك وأنت تبارك كل الكائنات وأنت تحب كل الكائنات وأنت تتحد مع كل الكائنات بالحب وبالسلام وبالأمان تتحد أنت وأنت بالحب بالسلام وبالأمان مع كل الأكوان ومع كل الكائنات أريد أن أضيف شيء مهم حقيقة أيضا أنت عندما تستمر تتصل بهم وترسل لهم إشارات كما وضحنا فحتميا بل هيك نقول بهذه نسبة تريليون بتريليون يظهرون بالسماء ونحن قادمون على هذا العهد العظيم أنه سوف تجد مركباتهم نعم مئات الآلاف أو حتى ممكن ملايين نعم يجب أن يحدث هذا فأنت تحفز هذا وحتى أيضا تقول بصلاتك نرحب بكم تعالوا نعم هذه صلاتك تعالوا تدخلوا في الأرض الكون العظيم يبارككم أنا أتحد معاكم على الحب والسلام وتستمر بهذه الإشارات وطبعا لو تذهب أيضا إلى السطح لو لديك سطح فهذا أفضل أنك هيك باستمرار عندك هذا الليت وتنظر باتجاه السماء كثير مهم أو ممكن حديقة هيك مسطحة في الليل في الصباح وتنظر وتصلي هذا مهم الذي نقوله حقيقة جدا مهم أنك تنظر إلى السماء وترسل إشارات باستمرار ونحن مقبلين هذا يجب أن يحدث مقبلين على يعني ممكن نسميه الحدث الأعظم الأعظم تغير كبير حقيقة أيام جميلة جدا جدا قادمة تجدهم نعم مئات الآلاف يدخلون لكن هم ينظمون هذا الأمر بذكاء هم موجودين الآن يظهرون لكن أنا أقصد بهذه الأعداد يحتاج منهم أن ينظموا الأمور هذه كائنات ذكية تتصرف بذكاء خلال هذه الأثناء أيضا تحدث فبركات يجب أن لا تقع فيها يعني يخوفوك مثلا يقول لك حرب محتملة هذه كلها فبركة وأيضا وضحنا هيك في فيديو سابق وأريد أن أضيف شباب أو أكرره هناك ما يسمى بالمس أم فورمر باللغة الإنجليزية مس أم فورمر هذا يدخل تعريفه يدخل في القروبات الكونية في المجامع الكونية الذين يتناقشون بعلوم الكائنات الفضائية يعني يتناقشون في علوم الكائنات الفضائية الإيجابية ويتناقشون في علوم مستقبل الأرض وكيف يعني تؤسس أنظمة جديدة أنظمة اتحادية فتجد المس أم فورمر يكتب تعليقات يقول لك هل سمعتم أنه تجهز يعني دولة ضد دولة والحرب القادمة كذا فاحذروه من هذا مباشرة اعملوا له بلوك أيضا لو أنت تشاهد ماذا ممكن قناة تتحدث حول العلوم الكونية وعلوم الكائنات الفضائية فمثلا في اليوتيوب لايف تمام على اليسار هناك الشات روم والناس يكتبون تعليقات فهو حتى المس أم فورمر يدخل هناك المس أم فورمر يدخل هناك ويبدأ يكتب فأنت لا تصدقه وحتى لا تضغط على أي لينك وأن تنبه ممكن صاحب القناة وتنبه المجتمعين ها الناس يعني أقصد الذين يكتبون التعليقات الذين مهتمين بمستقبل ومصير الجنس البشري تنبههم تقول لهم هذا يعني هو داخل هيك أنتم تتحدثون حول العلوم الكونية الفضائية وهذا داخل يعطي خبر سياسي يخوفك يربكك هو يريد أن يضعف يضعف الوعي الوعي الكوني فاحذر منه مباشرة أعمل له بلوك وأيضا تنبه ممكن يعني صاحب القناة والمشتركين معاكم مثلا في هذه النقاشات فهذا يحدث يعني حقيقة فقط يجب أن تعرف هذا يعني في علوم الكائنات الفضائية هناك كثير من الآراء أولا يجب أن تكون حذر ويجب أن تكون باحث تعرف يعني الطرق البحثية المتقدمة ويجب أن تستشير الكون ويجب أن تنظم إلى جروب وتناقشهم باستمرار لأن كثير من الآراء والتعليقات والكتب والمحاضرات كثيرة جدا وقسم منها فيها فبركة المجتمعات السرية لأن المجتمعات السرية تصرف يعني تصرف مال ومن أجل أن تفبرك فيصل الإنسان يصل الإنسان أنه يسمع كثير من الآراء يعني هذا غاية المجتمعات السرية أنه يضعون التشويش فلا يعرف أين الحقيقة ولهذا قلنا أنه أفضل شيء أنك أنت تترك الإخباريات كلها وترجع إلى أعماقك وتتحد بالكون الذي فيك وتعلن تقول أنا الضوء وأنا المحبة وأنا السلام تترك كل شيء واتحد هيك من أعماقك ترى أنفاسك روحك ظروفك ظوء أبدي تقول أنا الظوء الأبدي أنا الأبدية ذاتها أنا الحياة الأبدية فمثلا من الآراء هيك ناقشنا ناقشنا شخص أنه يعني هو هذا السؤال هو يقول هل هناك كائن بشري يعني لم يأتي من النجوم أتى مباشرة إلى الأرض يعني هو عاش حياتاته السابقة في الأرض ككائن بشري حياتاته السابقة ممكن عاش في الأرض تمام والآن يعيش يعني في هذه الحياة الحالية بدون أنه ينتمي لأي منظومة نجمية فجوابه هذا مش موجود ليه لأنه لو نفترض لو نفترض لو نفترض هذا الكلام صحيح لو نفترض طيب أول حياة أتى فيها قبلها ماذا كانت تلاحظون من أين أتى فهذا مش موجود الإنسان أتى من روح الكون يعني الوجود الأول إلى الإنسان الانطلاق الأولى هو الانطلاق الأولى هو من روح الرب أو روح الكون فهو أساسا ما بتصير هيك يعني روح الرب روح الرب وضحناها يعني روح الرب بدأت تنتج لاهظة تنتج ماذا؟ عوالم مادية وكائنات في الإنسان كائن النجوم أعتقد واضح هناك شيء آخر أيضا تسمى بالإنجليزية أعطيكم هي activation codes يعني مثلا كل مثل البليديان عندهم كود معين تتصل معاهم الاندروميدان عندهم كود معين تتصل معاهم وتجدون رسومات كثيرة مع الكود لاهظة هذه أيضا يعني أنا ما أتفق معها حقيقة ما أتفق معها لأنه هي تصبح لاهظة تصبح فلسفات بشرية يعني نعم أنتم ممكن تقرؤون عليها تقرؤون عليها لكن الشخص هو يقول يقول أنا اتصلت بالبليديان أو اتصلت بالإنجليزية وأخبروني وحتى هناك يعني هو هذا في الـ اكتيفاشن كود أنه يعني مثلا مثلا أنت تتسنى تقول أنا كيف أعرف إذا أنا من البليديان ها أو أنا من الاندروميدان فهم أيضا يأتون إليك بمسألة الـ اكتيفاشن كود وشيئا فشيئا يقول لك أنت مثلا من البليديان لأن هذا الـ اكتيفاشن كود كذا وتتصل معهم فهي الطرق متنوعة أخبار كثيرة ممكن أنت تتبحر فيها لكن تكون حذر ليس كل اللي يكتب حقيقي أو صحيح يا شباب